اليوم سفرتنا على طيارتي المفضلة A380 وتحديدا واحد من المقاعد المفضلة وهو الطيران الإماراتية إن شاء الله طيارتنا بتقلع بعد ساعتين ونحن هلأ في جدة سعودية وإن شاء الله الوجهة دبي إمارات مطار جدة بالنسبة إلي من أحلى المطارات اللي بشوفها بحياتي الدزاين جدا مودرن بيعطي إحساس جدا جدا حلو للمسافر في أكتر من لونج موجودة بمطار جدة لرحلتي هاي اللونج مقدمة هي الويلكم لونج لونج حلو ونضيف وبيقدم أصناف أكل متنوعة وطيبة كتير دقت كم صنف وتحركت باتجاه الطيارة فورا هاي اللونج حدولي على الطيارة من الفخامة ومن الأشياء الحلوبة معرف شو أحكي أمم معرف كيف صار رافع حاسس لك هذا كتير حلو إلي هذا الفرست كلاس على طيارتي المفضلة اللي هي A380 أكبر طيارة بالحال شايفيني تصبيت من أول بني جاي من أولو كأول نظرة هذا كان جد أحلى مقعد بجاربو بحياتي بالهواء بدأتنا نتحرك الآن نقول هنا على وسيطير سبحان الله سخرنا هذا وما كنا له مقرنين بسم الله نحن هلأ بالحواء وبطل ما عم تشوفوا على شمالي في باب والباب هاد يعمل غرفتنا خاصة غرفة لحالكم على طيارة هذا الشيء مو طبيعي أولا بالباب على شمالنا جاي على دهبي مع فضي ألوان بجنن ألوان رهيبة ننسوا نحن بغرفة لكن حتى الألوان متناسقة بتعطي جو الرويال أو الملكي نبدأ من هذه الجهة هون لدينا أربع أزرار زر لوضع الكرسي بوضعية الطعام زر لوضعية الإقلاع اللي برجع الكرسي لورا زر لعمل الكرسي بوضعية السرير وزر اللي فتح هو سكير الباب وكمان على شمال عنا مكان لي والله ما بعب شو بيتحطه ممكن نحط ألم والله ما يعلم شو ممكن نساعة هون وراها فيه سترة النجاة لا سمح الله على الشمال كمان فيه إضاءة هون بوضعيتين ضيقة خفيفة وضعية أقوى شوي من ورا فيه مخرج سبيكر كمان هون فيه واحدة تكييف تتحرك نأتي على الجهات اليمين هللا على اليمين عنا أول شيء ريموت لكن ما بيجي ريموت واحد بيجي ريموتين للتحكم بالشاشة اللي شفتوه انتو الشاشة على الفرست كلاس هون على الـ A380 من أكبر الشاشات اللي ممكن تشوفها بالهوا ومثل ما شفنا في فيديو الماضي عن الـ Emirates الـ Entertainment System عندهم قد يكون أقوى سيستم بالهوا بتشكيلة أفلام ومسلسلات كبيرة كتير وأما بخصوص الـ Wi-Fi فهو متوفر ومبلاش لكل ركاب الفرست كلاس على اليمين فيه وحدة تخزين ثانية ومأخذ AUX للسماعات وورا هون فيه مكان لوضع الشنطة هون فيه مراية هاي بالأول ممكن تبين انه المقعد اللي ورانا ولكن هادي مراية تعطي إحساس للمكان أوسر هون كمان فيه واحدة تكييف تانية كمان تتحرك وتتفتح وتتسكر سممتوبتكم هاي أكبر مخدي تقريبا أنا شفتها او تقدمتلي على طيارة لحد اليوم فهذا الشيء يحسب طبعا غطى ولكن اللي بيفاجئ انه قد يكون بسمك اللي بيجي على فلاي دبي Emirates First Class وفلاي دبي بيزنس وفلاي دبي اعتبر الطيران الاقتصادي على اليمين هون هادي ما باعف هادي خجلانة سميها صحن ولا ملا خجلان عافش سميها هادي شي رهيض طالة الطعام مطبيعي المأس طالعه مطبيعي هادي طيارة نحنا على طيارة وعندي اكبر من اللي باكها عليها بالبيت هايكم اماراتية ترفع القبعة هادي زكبسناها بيفتح الميني بار طبعا خلال بار يطلع بار رادي تخزين المشروبات هون فيه دفتر وقلم طبعا هدول رايحين معنا على البيت حكتب عليهم افكار لأوسي يطير على اليمين فيه بمراية وكريمات وجه واشياء هذي وكمان فيه اضاءة طالعة من المراية جدا جدا فخمة نعطي حساس رخامة جدا 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 قوي لا نسى الالوان اللي محطوطة كمان جدا فخمة وشبه طاولة كمان موجودة تحت الشاشة العملاء كمان هون عشمال عنا اضاءة وضعيتين كمان وفيه ورد فرش الورد فرش جمان ابدع الطيران الاماراتي ابدع كمان على الشمال فيه مكان لتخزين الجاكيت على ما يبدو يفتح ويتسكر كمان فيه مكان لتعليمات السلامة ولكن ممكن نحط فيه فاتر لابتوب حتى لو عندكم المساحة خيالية عند الرجل مساحة غير طبيعية صراحة كمان مثل ما فيه هون مراية فيه هونيك مراية ثانية قدامها بيجي لمبة ديرة جدا فخمة كمان هون نعمل زر تست اها هالي تنزل وترفع الشبابيك في اكملها كنتنا عم تشوفهم اوهو في وضعيتين للشبابيك كنتنا عم تشوفهم عم تغمق الدنيا هلا هيك تسكروا كاملا وهيك بيفتحوا ابدع الطيران الاماراتي ابدع الطيران الاماراتي ترفع لك القضاع اخر شي على ما يبدو مأخر نتذكر شي ضروري ان هذه الرحلة ثلاث ساعات فقط الى جدة اذا مسافرين عبر المحيط او رحلات اطوال يعطوا بيجاما المانيو احلى من جهاتي جامعية طلبت السوب وطلبت الكيجن وطلبت كمان المانغو شي ميسوفيلي هيك شي غريب اجرب لكم نيابة اجرب اشوف لو الشاور موجود طارق مزبطني اليوم طمام الشاور موجود الشاور شغال ان ريكورل لازم لتجازه ان شاء الله طبعا بيحضروا لنا الشارشة في الابيض قبل الاكل والاكل بشوك ومعالق معدن متل ما تعلمنا ليدل على فخامة الاكسبرينس الاكل كان كتير طيب خصوصي الحلو اللي اول مرة بدوه تقيمي الاكل بشكل عام 9.5 من 10 وبعد الاكل اذا الواحد طفجوا المقعده يعني يقول لي هو شي مستحيل يصير في لونج على الطيارة سمعتوني صح في لونج بالهوا فيك تروح تاخد عصير وسناكس وتغير جو مع الركاب بما انه هاي الرحلة كانت طالعة من السعودية فما كانوا عم يقدموا كحول جماعة انا بشوار على الطيارة هذا حمام هذا حمام تفرجوا هذا كله حمام على طيارة نعم نجربه ماستحيل يطلع شوار بطيارة نحن نلف سريع مع بعض بالحمام ظشوار ترشية سنان مناشف او بشكير مجهزين لنا منشافة كمان في شانشي بتقول لك اذا يجب ان ترجع على المقعد كم بعد نحن؟ هذا هو الشوار مي شغالي معي خمس دقائق ها جابب؟ لاتس كو جماعة بحياتي ما كنت بتخيل حالي أخذ شوار على علو 30 ألف قدم مية بالمية مستحيل بحياتي إنسى التجربة هاي ماما بتحمى على طيارة عبي بيقرب بصي وبصي أنا أخذت شوار على طيارة لا حدا يحكي معي شاك سنال على طيارة يعني فوقتぞ ما النوخ إنظرت بنات تغطير البنات هي ر débنتنا هذا ريحة رجلية وبعد تنفيемон الشوار ترجع على المقعد ودي فواكم الشرى لا متتو étbear كما تعرفون بعد الصور اللي على العمل يجب أن الن sneaking مع المساحة شوفوا مم kl much يا أيني هاين يوم المساه بنزلوا الإيدين من على جوانب التخط هلأ عم تشوفوني على الكاميرا فوق هلو الله اوه طيب هاك طفي ضو طفي ضو تصبح على خير جيد نايت هذه الفقرة اللي بعمل حالي نايم فيها هو أنا مون عسان ولكن مشون الفيديو اشتركوا في القناة